اشتركوا في القناة تابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبق الكلام في اللقاء الماضي على حديث أو على باب شهادة الشاهد الواحد والشاهدين على هلال رمضان وهلال شوال بقي الكلام على هذا الباب أو في هذا الباب بقي الكلام على أنه صلى الله عليه وسلم لأنه صحيح في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم وأنه معارض بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه حتى على تقدير صحته حتى على تقدير صحته فهو معارض بما هو أقوى منه من أحاديث الصحيحين ومن قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر إلا رمضان وكان أكثر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله وقلنا مقصود كل المقصود بقولها كله يصومه كل الأكثر لكن الطيبي العلامة الطيبي رحمه الله أبى هذا المعنى قال أن قولها رضي الله عنها كل الشهر الشهر هذا لا يساعد على أن المقصود به الأكثر لأن هذا في مجاز وهذا لا صح طيب ما المقصود قال بأن المقصود بقولها كل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أحيانا يصوم كله وأحيانا يصوم بعضه بعضه حتى ليتوهم أنه مثل لمضان لكن هذا قول ضعيف الذي ذكره هو الطيبي رحمة الله عليه لأنه ينابذ أو ينفي هذا المعنى الذي ذكرته والذي هو عند أكثر أهل العلم بالحديث أن المقصود لأن هذا مستعمل يصوم كله يعني إطلاق الكل على الأكثر هذا شائع ومستعمل ليس شيئا غريبا وليس شيئا لم يستعمل أحد هذا موجود استعمال الأكثر باستعمال كلمة الكل والمقصود به الأكثر فالذي ذكره بأن بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أحيانا ويصوم هذا ليس بصحيح لأنه معارض بقولها رضي الله عنها أنه ما استكمل شهرا صيام شهر إلا رمضان فالصحيح والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو ما ذكره أكثر أهل العلم بأن المقصود بكل المقصود بالكل هنا الأكثر يقصوم كل شعبان أكثر الحكمة بقي الكلام على هذا العهد الحكمة ما هي الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر شعبان ذكر الحافظ رحمه الله الحافظ بن حجر في شرحه الحديث أن يعني ذكر أقوالا وردها أو بيّن أن أدلتها ضعيفة فمنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يكثر كان يكثر الكلام على كثرة الصيام في شعبان يكثر في الشعبان لأنه كان يشغل عن صيام شعبان أحيانا ببعض الغزوات أو ببعض الأمور فتجتمع تجتمع الصيامات التي أو الأيام التي كان يصومها فيقضيها أو يستدركها في شعبان وذكر حديث على هذا حديثا ضعيفا قال هذا حديث ضعيف لا يثبت في هذا ولا يثبت في التدليل على هذا القول حديث لا يحتج به وقول آخر أن أزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يصمنا في هذا الشهر لأنه كما قالت عائشة رضي الله عنه أنها كانت كان يكون علي الصوم أو الصيام من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان أزواجه يصومون فكان يصوم معهم هذا أيضا قول ضعيف وذكر ضعفه أيضا هو رحمه الله والصحيح في ذلك هو ما ورد بالحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح رواه والسنن وغيرهم والإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام أنك تكثر صيام في شعبان فقال فقال صلى الله عليه وسلم إن ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هذا الحديث إسنانه صحيح وهذا هو هذا هو الصحيح في بيان الحكمة الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صيام في شعبان أنه كان أنه بيّن هو صلى الله عليه وسلم أن هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هذا الصحيح في بيان الحكمة هو الأقرب إلى بيان الحكمة إلى الصحة في هذا الباب وهو أنه شهر ترفع فيه الأعمال أنه شهر ترفع فيه الأعمال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا رب العالمين اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا اللهم آمين قال الإمام المصنف أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن ومن باب السحور قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا ابن مبارك عن موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمر بن العاص عن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر قلت معنى هذا الكلام الحث على التسحر وفيه الإعلام بأن هذا الدين يسر لا عسر فيه وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب وعلى مثل ذلك كان الأمر في أول الإسلام ثم نسخ الله عز وجل ذلك ورخص في الطعام والشراب إلى وقت الفجر بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال أبو داود حدثنا عمر بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يوسف بن سيف عن الحارث بن زياد هذا الحديث الثاني بواب عليه أبو داود رحمه الله بقال باب من قال أو سمى السحور الغداء المبارك نعم قال أبو داود حدثنا عمر بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يوسف بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رحم عن العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك قلت إنما سماه غداء لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار فكأنه قد تغدى والعرب تقول غدا فنان لحاجته إذا بكر فيها وذلك من لد وقت السحر إلى طلوع الشمس قال أمن آل نعم أنت غاد فمبكر هذا يعني باب السحور من باب السحور لأنه قلنا أنها أن الأخطابية رحمه الله لا يشرح كل أحاديث الباب وإنما هذه من عادته ومن منهجه أنه يأتي إلى الباب الذي عقده أبو داود وترجم على الأحاديث بترجمة فيأتي إلى هذا الباب الذي ترجم له أبو داود بهذه الترجمة مثلا وهي باب السحور فيشرح حديثا أو حديثين في الغالب وحديث شرحا مقتضبا كما هو الغالب من شأنه وموجز ويذكر فيه الغريب الحديث الأفاظ الغريبة ويذكر فيه أيضا ما في هذا الحديث من الفقه المهم أن السحور ضبط الكلمة السحور بالفتح وبالضم سحور وسحور مثل وضوء ووضوء السحور بالفتح وبالضم السحور بالفتح وهو إيش السحور بالفتح وهو الطعام الذي يؤكل المأكل والمشروب نفس المأكل والمشروب هذا السحور وأما بالضم السحور فهو الفعل مصدر الفعل يعني التسحر التسحر مثل الوضوء والوضوء تقدم ذلك الوضوء بالفتح وإيش الماء الذي يتوضأ به وأما الوضوء فهو التوضأ الفعل نفسه هذا مثله لكن قال قال الشارحون مثل المبارك فوري رحمه الله في عون المعبود وغيره وحتى الحافظ في فتح الباري وغيره كأكثر شارح كثير من كثير من الشارحين ذكروا أن أن ضبطها عند المحدثين الأكثر بالفتح السحور يعني يطلق على هذا وعلى هذا السحور يطلق على نفس الطعام ويطلق على على التسحر على نفس المأكل والمشروب اللي هو الذي يأكل الطعام ويشرأ ويطلق أيضا بالفتح كل هذا على هذا أكثر عند المحدثين لكن الضبط الصحيح عند أهل اللغة وذكره الخطاب كذلك في غريب الحديث ذكره الشارح صاحب معلم السنن هنا الذي عندنا ذكره في غريب الحديث وغيره من من الذين تكلموا في غريب الحديث وابن الأثير ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث المهم أنهم ضبطوه هكذا سحور وسحور بالفتح والضم وهذا السحور جاءت فيه أحاديث متعددة قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله أن أحاديث السحور أو الحث على تأخير السحور صحاح متواترة هذه مسألة من مسألة السحور أو التسحور أن الحديث التي ورد فيها حثه صلى الله عليه وسلم على 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 تأخير السحور لا يزال كما كما هو حديث الصحيحين وفي السنن وفي غيرها أنه قول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بقير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور فقال ابن عبدالبر رحمه الله أن أحاديث تأخير أن أحاديث تأخير السحور صحاح متواترة وفيه جملة أحاديث في متعلقة بالسحور كذلك منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر نعم سحور المؤمن التمر هذا هذا بيان لما يتسحر به وفي فضيلة هذا التسحور على هذا هذا خرجه ابن حبان وأبو داود لكن في رواية ليست في الرواية أنحنا تكلمنا في اللقاءات السابقة عند الكلام على المدخل أو عندما بينا المدخل إلى هذه السنن المباركة وروايات تكلمنا على الروايات المتعددة لهذه السنن وهذه رواية كثيرة متعددة أكثر من أربع ستة روايات ابن الأعراب وابن داسة وغيرهم فهذا الحديث أخرج أبو داود لكن فقط جاء في رواية واحدة من رواية السنن وهي رواية أبي بكر ابن داسة نعم سحور المؤمن التمر وهو حديث صحيح بإسناد صحيح نعم سحور صححه ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله وصححه كثير من أهل العلم بالحديث نعم سحور المؤمن التمر كذلك أخرج ابن حبان أخرج ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وفي رواية له أيضا لابن حبان بإسناد صحيح كذلك هذا إسناد صحيح أيضا رواية أخرى بإسناد صحيح تسحروا ولو بجرعة ما جرعة واحدة الجرعة اسم مرة جرعة ما تسحروا ولو بجرعة ما وأيضا ما أخرجه الشيخان من الأحادث المتعلقة بالسحور والتسحر ما أخرجه الشيخان رحمهم الله في صحيحيهما عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كأنه قال أو بين أن بين لما سؤر كم بين تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه للصلاة قال قدر خمسين آية كان قدر خمسين آية بين تسحره صلى الله عليه وسلم بين قيامه للصلاة هذا بيان للوقت يعني الذي يكون بين السحر أو بين التسحر وبين القيام لصلاة الفجر كذلك أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور بركة أو السحور على ما بينا قبل قليل السحور اللي هو الفعل لأن لأن البركة متعلقة بالفعل وليست بالطعام والشراب ليس كذلك البركة لأنه قال السحور بركة يعني التسحر يقصد أو معنى قولي صلى الله عليه وسلم السحور بركة التسحر العمل هو البركة البركة هي متعلقة بالفعل وليست متعلقة بالأكل والشراب وإن كان أكل والشراب طبعا لذلك ماذا أنه فعل مبارك وعمل مبارك لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون تبعا لذلك تبعا فيه بركة لكن المقصود بالبركة أصلا في الأصل هو الفعل الفعل هو الذي فيه بركة التسحر يعني التسحر بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ما لا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ما فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين شوف فضل عظيم أكثر من هذا في السحور أولا بركة بعدين بعد ذلك أمر أو نهى عن تركه لا تدعوه لا تدعو هذه البركة لا أن تأخذوا نصيبكم أو تأخذوا بحظكم من هذه البركة فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وهذا إسناده حسن عند أهل العلم مثل العلامة الألباني وغيره ومما يتعلق أيضا بهذا الموضوع ما أخرجه سعيد بن بنصور في سننه في طريق قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري بأن طريق مرسلة أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو بلقمة تسحروا ولو بلقمة حكم السحور أو التسحر حكم السحور قلنا الأغلب عند المحدثين استعمال السحور بالفتح الأغلب واستعمال استعملوا السحور بالفتح لكن عند التفصيل وعند التدقيق في اللغة يتبين أن بينهما فرقا الضم والفتح وسيأتي أيضا بزيد بيان لذلك بعد قليل إن شاء الله بالنسبة لي بيان جهات البركة جهات البركة في السحور ما هي جهات البركة في السحور فحكمه ما هو حكم السحور هل هو واجب وإلا أيضا آخر قبل قبل أتكلم على هذا فيه حديث أخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما روية يعني أن الحديث ليس ثابتا ما روية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استعينوا على صيام النهار استعينوا بطعام السحر بطعام السحر اللي هو الذي لأنه لأنه وقت السحر يعني طعام هذا نسب إلى هذا لأنه وقت في وقت السحر في وقت السحر فطعام السحر ما هو هو طعام السحر هو نفسه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار واستعينوا على أو بقيلولة النهار على قيام الليل وبقول التنهار على قيام الله لكن هذا الحديث ضعيف لكن هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه وغالباً الذي تفرد به ابن ماجة الإمام ابن ماجة من أصحاب الكتب الستة غالباً الغالب أن الذي يتفرد به ضعيف يعني بالاستقراء لأهل العلم بالحديث أن غالباً ما يتفرد به ابن ماجة رحمه الله يتفرد به عن غيره من أصحاب الكتب الستة ضعيف يعني بنسبة تسعين في المئة تقريبا يكون ضعيفا وهذا أخرجه كذلك معه الحاكم في مستدركه وسكت عليه سكت عليه فهو حديث ضعيف لكن على كل حال حديث سابق تغني عنه في فضيلة الصحور في بيان الأجر عظيم أنه برك وأمره وما في أمره صلى الله عليه وسلم يعني ما في هذه الأحديث من أمره بعدم ترك هذا الصحور ولو حتى مجرعة ماء فهذا كلها تغني عن هذا الحديث الضعيف حكم السحور هل هو مندوب عندوب إليه ولا واجب ولا ماذا أسأل الذي نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع نقل الإجماع على أنه مندوب على أنه مندوب وليس بواجب وكذلك العلامة الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار ذكر أن السحور مندوب إليه وليس بواجب والدليل الذي ذكره في نيل الأوطار الذي ذكره العلامة الشوكاني في نيل الأوطار على أن السحور ليس بواجب بعدين في مسألة قبل أن أكتم لما نقول لما تسمعوا أن هذا الأمر مستحب أو سنة ليس معنى ذلك أنه ليس مهما يعني في كثير ما يعرض للإنسان سؤال أو مسألة عن شيء فيقالوا لهذا هذه سنة فلما تسمع أنه سنة هذا ليس معنى الكلام أو ليس معنى الحكم بأن سنة يعني ليست مهمة المقصود لما تقول بأنها سنة أو مندوب إليه كما هو عند علماء الوصول السنة يعنى بها المندوب عند علماء وصول الفقه المهم أن المقصود بالسنة أن الذي الذي فعلها يثاب والذي تركها لا يعاقب هذا المقصود لم يقل سنة ليست كالواجب الواجب يعاقب تاركه وإلا أما يعني ترك السنة فيه خسارة كبيرة الذي يترك السنة وخاصة الذي يعتاد يعود نفسه على ترك السنة الإهمال يعني يهملها هذا خسر خسرانا مبينة خسر خسارة كبيرة خسر خسارة كبيرة يترك سنة هنا وسنة هنا وسنة هنا ما الذي بقي أضاع كثيرا على نفسه من الخير لكن المقصود لما يقول سنة ليس المقصود أنها ليست مهمة لا السنة مهمة جدا والعمل بالسنة المهم جدا لكن المقصود بسنة أنها إذا تركها أو لم يعملها ليس عليه عقاب لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بخلاف الواجب الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا المقصود أنها ليست كالواجب في أنها لا يعاقب ليس على تركها عقاب هذا المقصود لأن في ناس يفهم أن تقول سنة يعني عادي يعني سهلا المقصود أنها ليست كالواجب في أنها لا يعاقب تاركها وإلا وهي مهمة لا بد من المحافظ على السنن بقدر الاستطاعة يعتاد يعود الإنسان نفسه على المحافظ على السنن وليس على تركها وإهمالها لأن الترك يجر الترك سنة من هنا وسنة يترك هذه واترك هذه في الأخير يترك الكل في النهاية يترك الكل أو الجل لأنه تعود على الإهمال والتكاسوة عن السنن فليس المقصود بالسنة أنها ليست مهمة لا هذه مسألة مهمة أن المقصود السنة يعني لا يعاقب تاركها إذا تركها لا يعاقب ولكنه قسر أضع على نفسه كثيرا من الفضائل وكثيرا من الأجر وكثيرا من بركة العمل بالسنة بركة العمل بالسنة وأسعد الناس هم العاملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس لأنهم مقتصروا على الواجبات وإنما زادوا عليها اتباع السنن التي لو تركوها لم يعاقبوا لكنهم رغبة في تعظيم الأجر وكثرته وكذا عملوا أيضا أو حافظوا على السنن فالمهم أن ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع نقل الإجماع العلماء على أن السحور ليس بواجب بل هو سنة مندوب وكذلك الشوكان رحمه الله واستدل الشوكان رحمه الله على أنها ليست بسنة ما الدليل على ذلك قال قال الشوكان رحمه الله الدليل على أنها ليست بواجب أن السحور ليس بواجب أنه صلى الله عليه وسلم واصل وأصحابه هو أصحابه واصل هذا ثبت في صحيح البخاري وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم واصل واصل يعني ما في صحور أليس كذلك يعني يوصي اليومين والثلاثة ما في صحور فلو كان الصحور واجبا لما تركه لو كان الصحور واجبا ما تركه صلى الله عليه وسلم في الوصال فهذا دليل على أنه استدل بشوكاني رحمه الله على أنه ليس بواجب وسأبقه إلى نقل الإجماع على أنه ليس بواجب على أنه ليس بواجب ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع كون السحور بركة أو السحور أو التسحور بركة السحور نقول أنه هو الفعل المقصود به الفعل المصدر يعني التسحور زي الوضوء اللي هو التوضع يعني فيه كلام لأهل العلم من الشارحين الذين شرحوا المقصود بأن السحور بركة لكن الذي رجحه الإمام محافظ بن حجر رحمه الله قال أن الأولى أن جهات البركة جهات البركة في السحور تحصل بجهات متعددة ثمانية جهات البركة في السحور يعني يحصل هذه البركة والجهات هذه أيضا هي جهات مناحي لهذه البركة يعني من أين أتت البركة من أين جاءت البركة للسحور من جهات ثمانية من ثماني جهات وأيضاً هذه حكم كذلك كل جهة أو كل واحدة من هذه الثماني الجهات هي تعتبر حكمة لمشروعية أو لتشريع السحور أو لسنية السحور فالجهة الأولى ما هي الجهة الأولى؟ قال هي تقوية أنه يقوي أول شيء قبل التقوية أول شيء اتباع السنة هذا بحث ذاتها سبب كبير للبركة عصول البركة اتباع السنة فيه بركة وخير كثير لا شك في ذلك المتبع للسنة وعمل السنة يحظى ببركة لا شك فيها بركة اتباع السنة الجهة الثانية مخالفة أهل الكتاب سيأتي بعد قليل في نأفي عندنا الآن أن فصل الفارق بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب بيش أكلت السحر سيأتي هنا عندنا بعد قليل من الأحاديث هذا الكتاب أن يأتي قوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر فالجهة الثانية التي تحصل بالبركة مخالفة أهل الكتاب وهذه مقصودة للشارع مقصودة للشارع المخالفة وهذه مقصودة وهذا فيها كتاب عظيم وجليل لشيخ الإسلام ابن تيمية كله مركز على هذه القضية قضية المخالفة وهي اقتضاء الصراط الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم وتكلم على هذه المسألة مخالفة أهل الكتاب بكلام نفيس جليل ومفصل يراجعه من أراد التوسع في هذه المسألة المهم أن المقصود أن من جهات البركة في التسحر مخالفة أهل الكتاب أن من جهات البركة مخالفة أهل الكتاب يعني حكمة جهة بركة وهي أيضا حكمة من حكمة التسحر التقوي به العبادة هذه الثالثة التقوي به العبادة لا شك في ذلك التسحر الذي تسحر وهذا مجرب ومشاهد ومعروف الذي يصوم متسحرا ليس كالذي يصوم وهو لم يدرك هذه السنة ولم يعمل بهذه السنة لأنه يكون متعب في نهار صومه يكون في الغالب متعبا ومجهدا ليس فقط لأنه لم يطعم ولكنه لأنه لم يحظى أو لم يأخذ بهذه البركة وهي بركة السحور لأنه لم يأخذ أما الذي يتسحر فإنه باتباعه للسنة فكذلك يجد راحة ويجد قوة ونشاط في صيامه في الغالب إن شاء الله في الغالب إن شاء الله هذا يحصل للمتسحر ففيه أيش؟ التقوي على العبادة والزيادة في النشاط كذلك التقوي على العبادة يعني المتسحر يسهل عليه قراءة القرآن يسهل عليه الصلاة يسهل عليه كل العبادة الأخرى أيضا زيادة النشاط الزيادة النشاط تعين كل واحدة متلازمة يعني كل واحدة منهما تلزم أو تلازم الأخرى الزيادة في النشاط تجعله أو تبعثه أو تقوي على العبادة والتقوي على العبادة معنى أن فيه العبادة معنى أن فيه زيادة دليل على زيادة النشاط فبينهما ترابط وتلازم كذلك قال مدافعة من مناح البركة أو جهات البركة من جهات البركة في التسحور مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع أيضا من بركة السحور أو من جهات البركة فيه مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع هذا كثير يحصل الناس إذا كانوا في حالة كثيرة وليس كل الناس طبعا إنما بعض الناس إذا حصل أو كان صائما فبتأثير الجوع يعني يسوء خلقه ويعني يكون متوترا كما يكون متوترا الأعصاب وسيء الخلق وما أكثر ما يشاغب ويشاكس ويضارب غيره ثم يحتاج طبعا بعد ذلك أنه صائم وهذا طبعا ليس بحجة الصيام تهذيب وليس سببا لسوء الخلق المهم أنه يقول أن من جهات البركة في التسحر يعني من حكم أيضا مدافعة سوء الخلق الذي يتسحر في الغالب كذلك بإن شاء الله أنه يساعده أو يكون بتسحره هذا أقرب إلى الهدوء والبعد عن سوء الخلق الذي يثيره الجوع هذه من بركات السحر كذلك أيضا التسبب للصلاة والدعاء في وقت الإجابة لأنه لما يقوم في هذا الوقت الذي هو وقت السحر للتسحر يكون أيضا من بركة بكرة هذا التسحر أنه يكون سبب أنه تسبب التسحر هذا التسحر أو السحور كان سببا للصلاة والدعاء في وقت الإجابة أما لو لم يقوم ما قام إلا للصلاة مثلا لصلاة الفجر أو أنه ما انشغل اشتغل بشيء آخر وغالبا يكون أنه مصرف عن الدعاء إذا أهمل التسحر في الغالب فيكون بعيدا عن هذا ما أصاب هذا الخير وهو الصلاة والدعاء وقت الإجابة كذلك التسبب للصدقة قال أيضا التسبب للصدقة على من يسأل في ذلك الوقت عندما يقوم الرجل للتسحر هذا الآن في وقت الحاضر تقريبا أصبح الناس جميعا مستيقظين مفيقين لكن في السابق كان هذا وقت نوم غالبا الناس لم يكن كل الناس في حالة النوم فالغالب يكون تعود إلى وقت قريب قبل تنوع الأجهزة وتنوع المشغلات وكثرتها قبلها كان الناس ينامون ثم يقومون للتسحر أنا نادر أحد الأوقات تغيرت والبرامج الناس اختلفت والمشغلات كثرت فأصبح تقريبا إذا لم يكن كل الناس فجلهم مستيقظين كلهم يكونون مستيقظين في هذا الوقت المهم أنه في ذلك الوقت الذي تكلم عليه أنه إذا قام للتسحر فإنه يكون هذا القيام أو هذا التسحر سببا للصدقة على من يسأل بذلك الوقت أو يجتمع في الأكل يدعوه إلى أن يتسحر معه أو لمن يجتمع معه على الأكل على التسحر هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه هنا صاحب السنان الإمام مداود رحمه الله أنه قال هلم إلى الغداء المبارك هذا سنتحدث عن الغداء سماه الغداء المبارك وشرحه الإمام الخطابي الشارح في معالم السنان وقال بأن سماه غداء لأنه من أول لوقت الغداء لأنه جاء في وقت الغداء التي حددها من وقت السحر إلى طلوع الشمس وأنهم يقولون غداء فلان يعني تبكر الغداء والعشي الغداء في أول النهار والعشي في آخر فنسب إلى الوقت والغداء المبارك فقال هلم يعني تعال هلم إلى الغداء المبارك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء المبارك فهذا أيضا قد إذا قام المتسحر فإنه قد يكون هذا القيام أو قيام للسحر سببا للتصدق على من يسأل في ذلك الوقت أو لأن يأكل معه يجتمع على الأكل معه إذا دعاه أن يتسحر معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم التسبب أيضا أو قيام للسحر كذلك سببا لتجديد النية نية الصيام لمن غفل عنها قبل النوم لمن غفل عنها قبل النوم هذا القيام للسحر من بركته كذلك أنه إذا قام للتصحر فإنه يكون سببا لتجديد النية أو للنية نفسها لأن النية وقتها متدفذ كل الليل إلى طلع الفجر وسبق الكلام على أنه يجب تبييت النية لكل صوم واجب مثل رمضان تجديد كل ليلة على ما هو مذهب جمهور أهل العلم على ما هو على قول جمهور أهل العلم فهذه إذن جهات ثمانية أيضا كل جهة منها جهات البركة في التصحر هذه الجهات الثمانية وكل جهة منها هي حقيقة حكمة للتصحر حكمة التصحور حكمة مشروعة أو ندب السحور السحور بما يحصل هذه مسألة أيضا بما يحصل التصحر أو السحور يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب أقل شيء لأنه قال حتى ولا تدعو ولا أن يتجرع أو يجرع أحدكم جرعة ماء لو على جرعة ماء على أقل شيء يحصل إذا فعل هذا بأن تجرع أو أكل لقمة كما في الحديث تسحروا ولو بلقمة فيحصل السحور أو هذه الفضيلة أو تباع هذه السنة يحصل بأقل شيء بأقل مأكول ومشروب والدليل هو هذا الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل وهو حديث أبي سعيد الخضر رحمه الله رضي الله عنه عند الإمام أحمد رحمه الله وهو أنه قال تسحروا أو قال السحور بركة فلا تدعوه السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال إن وسادك إذا لعريض طويل إنما هو الليل والنهار وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار قوله إن وسادك إذا لعريض فيه قولان أحدهما يريد أن نومك إذا لكثير وكنا بالوساد عن النوم إما الوساد إما هو النوم الوساد كنا به صلى الله عليه وسلم إن وسادك يعني نومك المقصود بالوساد النوم كثرة النوم هذا معنى نعم إن وسادك يعني النوم كنا بالوساد عن النوم وسادك العريض يعني نومك كثير هذا معنى نعم قال يريد أن نومك إذا لكثير وكنا بالوساد عن النوم إذ كان النائم يتوسده أو يكون أراد أن ليلك إذا لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين لك سواد العقال من بياضه هذا القول الأول القول الآخر الثاني أنه كنا بالوساد عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوساد إذا نام والعرب تقول فلان عريض القفى إذا كانت فيه غباوة وغفلة وقد رؤي في هذا الحديث من طريق آخر أنه قال إنك عريض القفى هذا لفظ البخاري لفظ الإمام البخاري ذكر إنك عريض القفى الذي يشير إليه الخطاب رحمه الله بهذا هو رواية البخاري في لفظ البخاري للإمام البخاري في صحيح إنك عريض القفى والعرب تسمي بياض الصبح والعرب تسمي بياض الصبح أول ما يبدو خيطاً لكن ما عرف عدي بن حاتم هذا هذا كان لا يعرفه عدي بن حاتم المهم أن هذين المعنيين أول هذا الحديث من أحادي الصحيح هذا أخرجه كذلك البخاري رحمه الله في صحيحه وما يعني المشهور في هذا المعنى أنك عريض القفى أو إن وسادك العريض عريض القفى هذه رواية البخاري كلنا واستدلوا بها على أن المقصود به الإشارة إلى غباوة أو الجهل أو قلة الفقه هذا هو المشهور الذي ذكره الشارحون للحديث أن قصده صلى الله عليه وسلم بذلك هو الإشارة إلى غباوته وقلة علمه وجهله لكن الحافظ أبو العباس القرطبي الذي هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الحافظ أبو العباس القرطبي الذي هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الذي توفي سنة ستمائة وستين وخمسين في كتابه المفهم كتابه في كتابه المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص مسلم هو لخص صحيح الإمام مسلم وشرح هذا التلخيص شرح تلخيصه هو لخص اقتصر يعني درج الناس على التعبير عن الاختصار بالتلخيص لكن الحقيقة أن التلخيص ليس اقتصارا فقط وإن كان اجتمل على التلخيص يعني اجتمل على الاقتصار لكنه ليس اقتصارا فقط التلخيص مع الاقتصار فيه جوانب أخرى فيه تحقيق وفيه ليس فقط اقتصار الاقتصار أنه حذف الاقتصار يعني يحذف من الكلام أو من المعنى لكن التلخيص ليس فقط اقتصارا بل هو يجمع الاقتصار جانبا آخر يعني ومجتمل نعم على الاقتصار لكنه ليس خاصا ليس فقط أو لا يسمى مشهور عندنا تلخيص عن الاقتصار لا ولذلك الحافظ من الحجر سمى كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير يعني اقتصار هذا قصد اقتصار لا قصد تحرير تحرير أحاديث هذا الكتاب الذي هو في الفقه الشافعي يحرر أحاديثه ويبين درجاته هذه الأحاديث يبين درجاتها ويفصل القول فيه هذا مقصوده بالتلخيص هذا مقصود بتلخيص تلخيص تحرير التحرير والتحقيق ليس اقتصارا وإن كان فيه اقتصار في جانب اقتصار لكنه ليس اقتصارا كما هو مشهور المهم في تلخيص تحرير وتحبير وتحقيق وإن كان فيه جانب اقتصار أحيانا كذلك ما هو في كل الأحوال فالقرطبي رحمه الله في هذا الكتاب أبى هذا المعنى وقال لا رفض هذا وأنكره إنكارا شديدا كذلك فقال رحمه الله إنه ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا لم يقصد أن يقول بأن عدي بن حاتيم يلمز أن يلمز عدي بن حاتيم بالجهل والغباء وقلة العلم لم يقصد صلوات الله وسلامه عليه هذا فبل أنكر هذا المعنى ومعه حق في هذا قبل أن يبين القرطبي رحمه الله مقصوده صلى الله عليه وسلم ذلك قال بأن عدي بن حاتيم حمل في هذا المعنى لما قال أنا لما نزلت هذه الآية أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودين الفجر فهم منها أنه يأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويضع ما تحت وساده إلى أن يتبين له الخيط الأبيض فعند ذلك يكف يستمر في الأكل حتى إذا تبين الخيط الأبيض عند ذلك يكف عملا بهذه الآية قال القرطبي رحمه الله أن عدي بن حاتيم لما فعل هذا أو فهم هذا الفهم إنما حمل اللفظ على حقيقته العقيقة اللسانية فهم عدي بن عبي حاتيم هذا حمله لللفظ اللي هو الخيط الأبيض اللفظ الذي في الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الحقيقة اللسانية لهذا اللفظ هي التي فهمها عدي بن حاتيم ومن حمل اللفظ على حقيقته اللسانية هذا لا ينسب إلى ذنب لا يكون مذموما ولا ينسب إلى جهل لا لأن هذا الأصل الأصل في الأفضاظ الشرعية ما هو حمله على الحقيقة ولا على المجاز الأصل حمل على الحقيقة الأصل حمل الألفاظ الشرعية على الحقيقة حتى يأتي ما يصرفها إلى المجاز فعمل عدي بن حاتيم أو فهم عدي بن حاتيم إنما هو على الأصل فكيف يذم شخص أو ينسب إلى الجهل والغباء ويقال أن المقصود بوسادك عريض يعني أنك غبي أنك ما تفهم لا هو عمل عدي عمله عمل صحيح عمل عمل صحيح لأنه حمل اللفظ على حقيقة اللسانية وهذا هو الأصل إذن ما المعنى ما المقصود إذن ما ما قصده صلى الله عليه وسلم بقول إن وسادك لعريض المقصود قال أنه صلى الله عليه وسلم يقول والله أعلم طبعا هذا اجتهاد منه رحمه الله وهو أقرب إلى الصواب وهو الأقرب والأشبه بالصواب أنه مقصود صلى الله عليه وسلم أن يقول إن وسادك إن غطى يا عدي إذا وسادك غطى الخيطين الذين أراد الله وما الذي أراد الله به الليل والنهار إذا وسادك غطى خاذين الخيطين الذين أراد الله بهما وهم الليل والنهار فهو إذن وساد عريض واسع إذا فعلا غطى هذا الوساد غطى الخيطين على ما أراد الله وهو الليل والنهار إذا معنى وسادك عريض إذ قد شمي لهما وعلاهما ألا تراه قال على إثر ذلك يعني الدليل على أن هذا هو المقصود يقول ألا ترى أيها السامع لكلام هذا أو للمعنى الذي يذكره ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال إثر ذلك بعد ذلك إيش قال قال إنما هو سواد الليل وبياد النهار ألا ترى أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم يعني من الدليل على صحة هذا المقصود أنه صلى الله عليه وسلم قصد هذا المعنى الذي ذكرته أنه قال بعد ذلك صلوات الله وسلم عليه إنما هو سواد الليل وبيض النار يعني ليس المعنى الذي فهمته وإن كان هو الحقيقة لكن ليس هذا المقصود يقول فكأنه قال فكأنه صلى الله عليه وسلم قال كيف يدخلاني تحت وساد يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يدخلاني تحت وساد يعني معنى ذلك استبعاد محال ذلك هذا أمر محال وهذا قصده صلى الله عليه وسلم يقول كأنه صلى الله عليه وسلم قال فكيف يدخلان تحت وسادة يعني إنما هو سواد الليل وبيض النهار فكيف يدخلان تحت وسادة هذا مستبعد يعني مستبعد بل محال هذا قصده صلى الله عليه وسلم وليس المقصود يقول بأنه ينسبه إلى الغباوة أو إلى الجهل لأنه عمل بالأصل أو حمل اللفظ على الأصل وهو الحقيقة وهذا لا يذم الذي يحمل الألفاظ الشرعية على الحقيقة التي هي الأصل في الألفاظ الشرعية هذا يذم لا هذا لا يذم لا ينذم ولا ينسب إلى جهل فيقول هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه قال بعد ذلك إنما هو سواد الليل وبيض النهار فكيف يدخلاني تحت وساد لأن هذا الوساد قال لأن هذا الوساد الذي قد غطى الليل والنهار بعرضه لا يرقد عليه ولا يتوسده إلا قفا عريض حتى يناسب عرضه وعرضه لأنه يقول إيش لأن هذا الوساد وسادك هذا يعدي الذي غطي الليل والنهار بعرضه هذا إيش لا يرقد عليه إلا ولا يتوسده لذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بس ما هو ضحك يعني أنه غبي لأن عديب غبي لا لم يكن عدي رضي الله عنه غبيا أبدا ضحك لهذا المعنى يعني كان يقول إيش هذا الكلام ما لهذا الكلام الذي تقوله بيض الليل هم مستحيل إنما هو سواد الليل والنهار فكيف يدخلاني تحت هذا فيقتل تحت وسادك لا يمكن هذا شيء محال ولذلك يقول إيش لأن هذا الوساد الذي قد غطى الليل والنهار بعرضه لا يرقع عريض يعني عرضه ليس عرض المقصود أن قفاك عريض يعني غبي كما فهم أكثر من شرح الإثلا لأن الوساد الذي يغطي الليل والنهار بعرضه لا يرقض عليه ولا يتوسده إلا قفا عريض مدام عريض الوساد كذلك القفا عريض ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ممازحة ممازحة هذه يقصب حتى يناسب عرضه عرضه يقول وهذا عندي أشبه هذا القول أو هذا المعنى أن هذا قصد أن هذا هو الذي قصده صلى الله عليه وسلم أن هذا قصده صلى الله عليه وسلم يقول أشبه ما قيل فيه وأليق أليق المعاني هذا المعنى اللائق ويدل عليه أيضا غير ما سبق يدل على صحته وأن هذا هو المقصود بالمعنى بمعنى عريض القفا أو أن وسادك العريض لأننا قلنا رواية البخاري جاء رحمه الله ورد فيها إنك العريض القفا وهذا الذي تمسك بها من قال بأن دلع الغباوة معنى المقصود بالغباوة لا ما هو مقصود ما هو شرط يعني العريض القفا فيه ناس عريض القفا لكنه أذكى أذكى الخلق وفيه العكس ليس عريض القفا لكنه ليس بلس في درجاته من الذكاء ما هو الصور يعني العرض أو القصر ليس دليلا على الذكاء أو عدمه في كل الأحوال دائما لا فيقول وهذا عندي أشبه يقول ويدل عليه أيضا ما زاده البخاري الإمام البخاري زاد رواية قال إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك الذي يدل على أيضا أن هذا هو المقصود الصحيح أن البخاري رحمه الله زاد في رواية له قال إن وسادك يا عدي إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك إذا كان الخيط الأبيض وأبير تحت وسادك إذن معدى وسادك لعريض وهذا يدل على أن قصده صلى الله عليه وسلم أنه هذا لا يكون وأنه ليس هذا هو المعنى المقصود إنما سواد الليل وبيض النهر يقول هذا المعنى هو الأشبه وهو الأليق الأشبه بالصواب الأشبه بالصواب هو هذا وليس ما ذكر وما شاع نعم على كل حال هذا فصل لأهمية لأنه كثير شاع على هذا وقد يأخذه بعض المغرضين ليشنع به على الصحابة مثل عدي عدي بن حاتم وقد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لمزه وهو صحابي من صحابته وهذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم اللمز والغمز هذا ليس من خلقه صلى الله عليه وسلم وإنما كان من باب الممازح التي بيّن له فيه معنى يعني جعل هذا الأسلوب النبوي جعله طريقا إلى بيان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم استعمد هذا الأسلوب ليس ليلمز عدي بن حاتم بالغباء أو بالجهل لكنه جعل هذا الأسلوب الذي هو الاستبعاد والاستغراب استغراب مستغرب النبي صلى الله عليه وسلم استبعد واستغرب هذا القول من عدي بن أبي حاتم واستبعده استغربه واستبعده لكن بهذا الأسلوب الذي جعله طريقا إلى بيان المقصود بالآية المقصود بالخيط الأسود والخيط في الآية نعم قال رحمه الله والعرب تسمي بياض الصبح أول ما يبدو خيطا قال النابغة فلما تبدت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا قال رحمه الله ومن باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده قال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حمد قال حدثنا حمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه قلت هذا على قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو يكون معناه أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن تكون السماء متغمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا فيه بيان للوقت يعني امتداد وقت السحور إلى متى استمر هذا الوقت في هذا الباب بيان فيه بيان للوقت أو إلى أي وقت أو إلى أي زمن يمتد وقت يمتد وقت السحور أو السحور على الضبطين إلى أي وقت فبين هذا فيه كلام كثير وأحاديث وآثار كثيرة في وقت التسحور وأن بعض السلف بعض الصحابة مثل حذيفة رضي الله عنه وغيره حتى روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كذلك أن يعني أن الوقت يمتد إلى وقت الإسفار إلى وقت الإسفار وامتلاء انتشار الضوء في السكك والطرقات يعني نور نور الإسفار الذي تم سعناه لكن فيه أثار كثيرة ذكر الحافظ بن حجر أيضا في فتح الباري السرأز أوردها وسردها وقال بأنها وردت بأسانيد صحيحة عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر في آخر الوقت إلى ما هو وقت طلع الشمس طبعا لا إلى وقت الإسفار جاء أتى بأحاديث أو أورد أحاديث قال بأنها بأسانيد صحيحة عن حذيفة وعن غير وروع كذلك عن أبي بكر وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ذكرى في كتابيهما هذين جملة من الآثار عن الصحابة الذين يقولون بأن التسحر يمتد إلى وقت الإسفار يعني بعد وقت طلع الفجر الثاني بزمن فتحقيق إن شاء الله تحقيق الحق في هذا إن شاء الله هو أن يقال باختصار تكلم الشارع رحمه الله بكلام مقتصر كعادته رحمه الله بكلام مقتضب موجز فنحن تأسيا به نقول بأن العبرة أو المعول في ذلك على طريقة المؤذنين أو المؤذن الذي يؤذن وقت الصحوة إذا كان مما يعلم عن المؤذن أنه لا يؤذن إلا وقت طلوع الفجر بدقة فهذا عند ذلك الوقت يتوقف أو يمتنع أو يمسك المتسحر ما يأكل إذا مع الأذان مباشرا لأنه هذه إشكال كثير ناس يقول متى نمسك مع الأذان أو نستمر أن نأكل وقت الأذان أو ماذا نصنع في نهاية الإمساك أن آخر وقت يكون فيه الإمساك يحل لنا فيه الأكل ويجب علينا الإمساك متى فالعبرة والمدار في ذلك أو المعول فيه على طريقة المؤذن أو ما يعرف عن حاله وشأنه إذا كان يعرف أن هذا المؤذن أو إذا كان أكثر المؤذنين أن المؤذنين يؤذنون في وقت طلوع الفجر بالضبط بدقة فعند ذلك يجب عليك أن تمتنع عن الأكل إذا أذن المؤذن يجب وجوبا لأنه خلاص بدأ وقت الصيام وانتهى وقت السحور يجب وجوبا وهذا يدل عليه الحديث الصحيح الذي الصحيحين حديث الصحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا وسأتي أيضا الحديث هنا عندنا في سنة أبي داود لا يهيدنكم يعني لا يزعجنكم ولا تنزعجوا بسبب أذان بلال في لفظ أبي داود رحمه الله المهم أن الحديث الذي صحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان بقية الحديث في صحيح البخاري وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني الأذان الثاني الذي هو وقت الفجر الصادق الذي يسمى الوقت الصادق فهذا دليل على أنه إذا كان المؤذن يؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا كأن تأكل ما تنتقع ما تنقطع بسبب الأذان لأن هذا أذان ليس أذان للوقت وإنما هو أذان تنبيه كما بيّن في الحديث الآخر أيضا أن الأذان هذا أن أذان الأول هذا الذي يسمى إنما هو لينتبه أو ليستيقظ نائبكم وليرجع قائمكم الذي يقوم الليل ينتبه فيتوقف يتهيأ للسحور أو يتهيأ لأموره الحاجات الأخرى والنائم استيقظ يتنبه حتى يوتر أو حتى يتسحر فهذا هذا هو العل أو الحكمة من الأذان الأول فإذا كان ما يعلم أن حال المؤذن هذا أنه يؤذن وقت طلوع الفجر بالضبط كما كان حال ابن أمي مكتوم فهذا يجب عليك إذن أن تمتنع في هذا الوقت مع الأذان وأما إذا كان المؤذن يؤذن بالظن وبالتحري وبالتقاويم وبالآخر ذلك فهذا يجوز لك أن يعني تأكل وتشرب إلى أن تتثب إلى أن إيش إلى أن يعني يثبت أو يدل دليل بالأذان أو بغير على طلوع الفجر وهذا جاء فيه أثر صحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل متى أمسك عن الطعام فقال إذا شككت أمسك سأل عنك فقال ابن عباس رضي الله عنه كل ما شككت حتى لا تشك كل ما شككت حتى لا تشك يعني مدام أنك لم تتيقن من طلوع الفجر تيقنا تاما فلك أن تأكل يجوز لك أن تأكل حتى ينقطع هذا الشك يتوقف هذا الشك وهذا ذكره الحافظ أيضا قال بأساني الصحيحة عن ابن عباس سناد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بوقت السحور أو وقت السحور هذا وأنه ينظر فيه إلى حال المؤذنين من حيث الضبط أو الدقة في وقت في وقت الأذان أو عدم ذلك هذا الذي قلته هو ما أفتى به أو ما كان يفتى به سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أنه ينظر إلى حال المؤذن إذا كان المؤذن يعني يعرف من حاله أنه لا يؤذن إلا وقت الفجر صادق الفجر الثاني تماما فيجب عليك أن تمتنع مع الأذان يعني مع أنه دخل وقت دخل وقت الصيام أنه دخل وقت الصيام أما بقلاف ذلك إذا كان الأذان مبني على التحري والظن والتقويم وغير ذلك التقويم ما هو مقصود التقويم من طعا في التقويم لكن مقصود أنه قضية اجتهادية يعني فيها تحتمل أنه يكون دقيق من نسبة 70% نقضيق 80% أقل أكثر محتمل يعني عملية حسابية فهذا له أن يأكل حتى يثبت كما قال الذي بعده حتى ننتهي ومن باب وقت فطر الصائم قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال رحمه الله ومن باب وقت فطر الصائم قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار فقد أفطر الصائم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعدل ما فيه كما قال شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة بن القيم تلميذ أنه يجوز من سحر إلى سحر لأنه فيه كلام كثير ومناقشات وخلافات لكن أعدل الأقوال فيه بالنسبة للوصال أنه يجوز هو الشارحين رحمه الله يقوله فيه دليل على بطلان الوصال لكن الصحيح أن أعدل ما قيل فيه ليس البطلان وإنما أنه يجوز من سحر إلى سحر من وقت السحر إلى سحر فقط بس هذا وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى فاللهم أسألك يا رحمن يا رحيم أن تنفعنا بما سمعنا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تزيدنا علما وأن تجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا وأن تجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم وأن تغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين وأن ترزقهم العمل الصالح والفقه في الدين وأن تبلغنا جميعا رمضان وأن تتقبل منا وتعيننا على الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين